السلام عليكم اليوم إن شاء الله حلقتنا حلقة جديدة هنوريكم البصل الأخضر بعد مرور الشهر بالضبط من زراعته وإن شاء الله هنتكلم عن أهم المعاملات الزراعية اللي لازم تعملها في هذه المرحلة فطبعا قبيلات حلقتنا أتمنى تعملوا اشتراك القناة ولايك إذا عجبكم فيديو وتشاهدوا معانا الحلقة للنهاية طبعا نسمة لحظة أمامكم هذا نبات البصل اللي أتمينا زراعته من الشتلات وطبعا بالنسبة للناس اللي لم يشاهدتش الحلقة الزراعة إن شاء الله ستلاقيها في صندوق الوصف وطبعا هذا شكل النبات بعد مرور شهر من الزراعة لاحظنا منكم أنه النبات أقلى مع المكان المزروع فيه وطبعا بدأ ينمو بشكل طبيعي ولا ولاحظنا طبعا الفرق بين أول ما زرعنا والآن طبعا في أوراق جديدة بدأت تنمو وطبعا عندما تلاحظوا بدأت يكون ساق البصل بالشكل هذا طبعا خلال المرحلة هذه قمنا بعزيق التربة أكثر من أربعة مرات لوحظنا منكم فطبعا قمنا برفع الخطوط بالنسبة للبصل وطبعا حذاري إن إحنا يعني نقوم بإصابة جذور النبات إنه طبعا الجذور حساسة وطبعا لازم ننتبه أثناء عملية العزيق خاصة في هذه المرحلة وطبعا أهم سماد لازم يتم إضافته للنبات في المرحلة هذه هو السماد الأزوتي أو سماد اليوريا طبعا النبات يحتاجه في المرحلة هذه طبعا للتنشيط النبات وكذلك تنشيط الجذور فلو عندك أي سماد سواء نيوريا أو سماد الأزوتي تحاول إنك تسمد به النبات خلال هذه المرحلة وإن شاء الله إحنا خلال يومين أو ثلاثة سنقوم إن شاء الله بتسميد البصل وطبعا بخصوص الرأي البصل الأخضر لا يحتاج للرأي الكثير فرأي كل خمسة أيام تكون ممتازة جدا طبعا إحنا نبار حتمينا رأي النبات بالغمر وإن شاء الله بعد خمسة أيام حيتم رأي البصل مرة أخرى وطبعا بالنسبة للحشيط اللي بتنمو حاول إنك تقوم بإزالتها لأنها طبعا ممكن تأثر على إنها بيت خاصة بعد ما ينمو لأنها طبعا سيصعب علينا إزالتها فبالتالي لازم إن تقوم بإزالتها بالشكل هذا وبعدها إن شاء الله يتم عزيك التربة وإن شاء الله سنتابع معاكم البصل الخطوة خطوة لغاية الحصاد بكل المعاملات الزراعية وطبعا في نهاية الحلقة أتمنى تكون عجبتكم إن عندكم أي سؤال أتمنى تكتبوه أسفل التعليقات وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة